بعد أعمال ترميم استغرقت تسع أسابيع يعود القناع الذهبي للملك الفرعوني توت عنخ آمون مجددا إلى قاعة العرض بالمتحف المصري في القاهرة لاستقبال عشاق الحضارة الفرعونية وكان القناع رفع من العرض في أكتوبر الماضي بعد أن تعرض للكسر أثناء تنظيفه ومن ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ ليتولى بعدها فريق آثار ألماني مصري مهمة إصلاح قناع وجه الملك الشاب وبعد أسابيع من العمل المتواصل أعلنت وزارة الآثار انتهاء أعمال ترميم القناع إصلاح القناع قاد الفريق إلى كشف أثري جديد أعلنه وزير الآثار ممدوح الدماطي ويتمثل في أنبوب من الذهب استخدم في تثبيت اللحية بذقن القناع فضلا عن استخدام قدماء المصريين لشمع العسل في تثبيت الذقن بقاعدة القناع الذي يزن 11 كيلو جراما من الذهب بدوره قال رئيس فريق العمل المشارك في عمليات ترميم القناع أن وصل اللحية بالقناع تمت باستخدام مادة لاصقة لا تتحلل أو تتغير بمرور الزمن في ظروف حفظ وعرض الآثار بالمتاحف والمناطق الأثرية وكما كان اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبية عام 1922 حدثا مدويا حضي ترميم القناع باهتمام كبير ويعد القناع صورة للملك حتى تتمكن روحه من التعارف على موميائه لتكتمل عملية البعث في العالم الآخر وفقا لعقيدة المصريين القدماء حسن قوليد العربية